نشرة الأخبار من قناة جليزاد أهلا بكم بداية رحبت الجالية الجزائرية بالخارج بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتضمن مراجعة أسعار تذاكر النقل الجوي والبحرية ووفق لما نقله ممثل الجالية الوطنية بفرنسا محمد بخضرة في تصريحات لأذعة الوطنية فإن رئيس الجمهورية ومنذ ترشحه للانتخابات الرئاسية أبدى حرصه على الاستماع لانشغالات الجالية الوطنية بالخارج ويهتم بالاجتماع بأفرادها في مختلف محطاته الدولية مضيفا في الصدد أن قرار تخفيض أسعار التذاكر الذي جاء تلبية لمطالبهم خاصة بعد فتح المجال الجوي والبحري بعد تعليقهما بسبب جائحة كورونا سيكون له الأثر الإيجابي على أفراد الجرياء إذ سيشجعهم على زيارة بلدهم وعائلتهم في خبر آخر أعلنت وزارة والتجارة وترقية الصادرات عن تسخير حوالي 50 ألف تاجر لضمان مدومة عيد الفطرة الوزارة أوضحت في بيان لها أنه تم تسخير 49 ألف وثمانمائة وثلاثة وخمسين تاجرا من بينهم 6 ألف ومائة وخمسين ينشطون في قطاع المخابز وثمانية وعشرين ألف واربعمائة وثمانية وخمسين تاجرا في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه واربعة عشر ألف وستمائة واثنان وثمانين تاجر في قطاع النشاطات المختلفة واربعمائة واثنان وثمانين وحدة انتاجية 230 ملبنة 206 مضحنة و46 وحدة انتاج مياه معدنية كما تم تسخير 2265 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني لمتابعة تنفيذ برنامج المدومات هذا ودعت وزارة والتجارة كل المتعاملين الاقتصاديين المسخرين للمساهمة بقوة في إنجاح برنامج المدومة مذكرة إياهم بإلزامية استئناف نشاطهم التجاري وإعادة فتح محلتهم بعد عطلة العيد طبقا لأحكام المنظم للعطل خلال الأعياد الوطنية والدينية أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين النفايات كاريم ومان اليوم الاثنين عن الشروع في تحيين تشريعات تسيير النفايات لتكيفها مع التوجه البيئي والاقتصادية ومما انكشف للإذاعة الوطنية أن الجزائر تعتبر رائدة في مجال وضع التشريعات لتسيير وتثمين النفايات وأن وزارة البيئة دخلت حاليا مرحلة جديدة تتمثل في تحيين هذه التشريعات لكي يكون لها توجه بيئي اجتماعي واقتصادي من أجل تكيف النصوص التطبيقية مع هذه الفلسفة والنظر الجديد في تسيير النفايات مشيرا في الصداد إلى أن منظومة تسيير النفايات يجب أن تواكب التطور العمراني والمستوى المعيشي للمواطن الذي يجب أن ينخرج في هذه العملية خاصة بعد أن أصبحت النفايات المنزلية التي تقدر بحوالي 13 مليون طن سنويا تشكل موردا اقتصاديا هاما 54% منها هي مواد عضوية يمكن استغلالها للصناعة الأسمدة والطاقة تتواصل عمليات البحث عن الطفل كاريسي في الدين الذي اختفى عن الأنظار منذ يوم الجمعة 15 أفريل الجاري بمدينة مغنية بيتلمسان الطفل البالغ من العمر ثماني سنوات شكل لغزا محيرا بعد اختفائه الغامض خاصة وأنه خرج رفقة أبيه باتجاه المسجد لأداء صلة الترويح حسب مقربون من العائلة وقامت مصالح الأمن الولائي بإصدار بحث في فائدة العائلات يخص هذا الطفل البالغ من العمر ثماني سنوات والقاطن بحي بن دامو بمدينة مغنية أين تم تشكيل فرق مشتركة تضم مصالح الأمن والدرك الوطنيين والحماية المدنية لإجراء عملية تمشيط واسعة عبر الطريق السيار الشرق غرب كما تم الاستعانة بالفرق السينو التقنية للكلاب المدربة التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني لتلمسان لتمشيط الأحياء المذكورة توفي اليوم الاثنين ثلاثة أشخاص في حادث مرور وقع بطريق الوطني الرابط بين ولايتي غردايا والمنيعة مركز الإعلام والتنسيق المرور للدرك الوطني أفاد عبر صفحتها رسمية في الفيسبوك أن حادث مرور وقع اليوم بطريق الوطني رقم واحد في شطرهي الرابط بين ولايتي غردايا والمنيعة بالضبط على مستوى بلدية حاسي الفحل مضيفا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث أصفر عن وفاة أربع أشخاص وفي سياق لقية تسعة أشخاص مصرعهم وعصيبة 166 أخرون في حوادث مرور شهدتها عدة ولايات من الوطن خلال الرابع والعشرين ساعة الأخيرة حسب حصيل أوردتها المديرية العامة للحماية المدنية هذا الاثنين في أحوالي الطقس نبهت مصالح الأرصاد الجوية الجوم الاثنين من استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 50 كم في الساعة هبوب الرياح سيكون بداية من منتصف نهار الجوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل وتكون مرفوقة بتطير كثيف للرمال ورداء في الرؤية أما الولايات المعنية هي ورقلة الوادي توكورت إليزي والمغيرة بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشر ومشاهدين في أمن الله موسيقى